موسيقى إدريس يونوس مكلف في فرح التدريبات وأيضا منتوج عن سامسونج إلكترونيكس المغرب العرب اليوم طرحتوا واحدة الصيحة الجديدة دي المجموعة الهواتيب سامسونج تكلمنا عليها اليوم كيفما كتشفتم هنا طوال هاد الليلة سامسونج قمت بإزالة السيطار السلسلة الجديدة دي الجالاكسي S24, S24 Plus, S24 Ultra واللي كدشن حقبة جديدة من تجارب الهواتيب النقالة واللي هي كتجينا مدعومة بالدكاء الإصطناعي الجالاكسي وهذا الأخير كيوفر لنا العديد من الميزات كالترجمة الفورية للاتصالات وأيضا المكالمات النصية والمكالمات الصوتية تنائية الجهات واللي هي ممكن نتكلمه أيضا في الدكاء الإصطناعي على دبابا مبقا عندنا التشي مشكل أننا نلقاو المعلومة ديال أي شيء اللي متواجد عندنا في المحتوى اللي كنشوفوه مع لنا دبابا نديرو دائرة على الشيء اللي بغينا نتعرفو عليه أكثر والهاتف عن طريق جوجل يعطينا معلومات لي أكثر خاصية الدكاء الإصطناعي غادي تواجد أيضا في الكاميرا كان العديد من الميزات اللي هي جديدة اللي غادي تساعدنا على اللي غادي تساعدنا أننا نقومو بتعديلات فورية في الصور ديالنا ممكن نتكلمو على الفلاكشيب جالاكسي اس خاصنا نتكلمو على الديزاين معروف عند سامسونج الديزاين كي يكون عندنا ديزاين اللي هو بريميوم دات رونق اللي هو عالي الجالاكسي اس معروفة أيضا بالPerformance ديالها ممكن نتكلمو على الPerformance خاصنا نتكلمو على المعالج اللي هو Snapdragon بنسبة للأولترا و الExynos اللي غادي يكون عندنا في الS24 و الS24 Plus ممكن نتكلمو أيضا الPerformance خاصنا ولا بودن تكلمو على البطارية اللي كتكون عندنا بثلاثة ديال للكonfiguration 4000 مليا امپير بنسبة للS24 4900 الS24 Plus و 5000 مليا امپير بالنسبة للS24 Ultra وشكينا شي ميزة إضافية كتقدمها على السلسلة الهواتيك لأول مرة لأول مرة كيف ما ذكرت ليك كان الدكاء الإصطناعي من بين الميزات اللي ما ذكرتهاش من قبل واللي يلا يفترونسلات دابا ما بقى نتاشي مشكلة أننا نتكلمو مع الناس اللي متواجدين في بلدان أخرى ما علينا غير نتكلمو والهاتف غادي يقوم بتعديل صوت ديالنا وأيضا بتحويل اللغة اللي احنا يكا نختاروها مسبقا ويعني بالنسبة الأتمنى المطروحة للبيع بالنسبة الثامن كي تراوح ما بين 11.990 بالنسبة الـ S24 وبالنسبة الالتخال الثامن ديالو كيوصل الـ 21.490 لساعة تخزين ديالو كتوصل الـ 1 تيرا لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد